السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا في موضوع التربية الدامجة وسنتحدث في هذه الحصة عن تخطيط الأنشطة التربوية وتدبيرها في قسم دامج سنتطرق إلى النقاط التالية وهي مستلزمات التخطيط العام للأنشطة التعلمية في قسم دامج المجال التعلمية ومكوناتها المستهدفة بالتخطيط شبكة التخطيط العام لأنشطة المجالات التعلمية تخطيط حصة دراسية دامجة الممارسات والموارد البيداغوجية الخاصة المعالجة البيداغوجية وكيفية تطبيق المعالجة المعرفية تدبير صعوبات التعلم وتقويم وقع سيرورة الدمج من قبل المدرسة في أول نقطة وهي مستلزمات التخطيط العام للأنشطة التعلمية في قسم دامج ما يميز المخطط العام للأنشطة التعلمية لقسم دامج عن نظره بالقسم العادي هو أن هناك متغيرات يتعين استحضارها عند اعتزام وضع تخطيط للأنشطة التعلمية السنوية ومن غير استحضار هذه المتغيرات وأخذها بعين الاعتبار لن يكون التخطيط المزمع بنائه تخطيطا دامجا والمتغيرات متغيرات التخطيط الدامج هي الملف الطبي لكل الطفل في وضعية إعاقة مع ملمحه العام والملمح العام للقسم وكذا المشاريع البيداغوجية الفردية إذن هذه المتغيرات التي تتحكم في التخطيط الدامج بالنسبة للمجالات التعلمية ومكوناتها المستهدفة بالتخطيط فحسب الإطار المرجع للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة تتوزع المجالات التعلمية الكبرى بين ثلاثة مجالات وهي اللغة والتواصل، الرياضية والعلوم، التنشئة الاجتماعية والتفتح ويتفرع كل مجال منها إلى مكونات أساسية وكل مكون أساسي إلى مكونات فرعية كما هو مبين في الجدول أما عن شبكة التخطيط العام لأنشطة المجالات التعلمية فيتم اعتماد الإجراءات العملية التالية فحص المقررات الدراسية المحددة رسمياً للمستوى الدراسي من خلال البرامج والكتب الدراسية المقررة استحضار شبكات التعلمات الأساس والتعلمات الدعمة المقدمة في الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة وحسب كل صنف من أصناف الإعاقة استحضار مشروع القسم كما تمت سياغته انطلاقاً من المشاريع البيداغوجية الفردية واستحضار الملمح العام للقسم والمجموعات المرنة المفيئة وانطلاقاً من كل ذلك يتم ملء الشبكة الموجودة أمامكم بوضع العناوين التي سيتم انتقاؤها بعد الدراسة والتشاور داخل الفريق التربوي بحيث تضم كما ذكرنا ثلاث مجالات التواصل اللغة والتواصل الرياضية والنشاط العلمي والتنشئ الاجتماعي والتفتح وكل مجال يتفرع إلى مكونات وكل اطراب أو إعاقة نحدد لها عناوين خاصة بها تخطيط حسة دراسية دامجة يتكون تخطيط الدرس من جانبين رئيسيين وهما معطيات عامة عن الدرس وثانيا منهجية تقديم الدرس بالنسبة للمعطيات العامة عن الدرس فنجد العناصر التالية في تخطيط الدرس العناصر التي ترعى عادة في تخطيط الدرس هي المجال التعلمي ويتعلق الأمر بتحديد المجال التعلمي الذي يدور حوله الدرس ثم مكون المجال ثم موضوع الدرس المستوى الدراسي أهداف الدرس والمعلومات القبلية أي ما ينبغي أن يكون المتعلمون قد اكتسبوه من خلال دروس أو تجارب سابقة في منهجية تقديم الدرس يمكن اعتماد ثلاث لحظات اشتغال في الدرس مترابطة فيما بينها بشكل قوي وهي اللحظة الأولى لحظة الملاحظة والاستكشاف وتستهدف أساسا إثارة انتباه المتعلم وتحفيزه ثم لحظة الممارسة والبناء عبر اشتغال منظم وموجه ينهمك فيه المتعلم أو المتعلمة كلية في العمل يدوي والفكري ولحظة التطبيق والتوظيف لترسيخ ما تم تعرفه واكتسابه من لدني المتعلم الممارسات والموارد البداغوجية الخاصة بالنسبة للإعاقة الجسمية أو القصور الحركي فيتم اعتماد الممارسات التربوية التالية اختيار مكان أنسب للطفل داخل الفصل الدراسي بينما يمكنه من الدخول والخروج والتحرك داخل القسم بسهولة ثم التأكد من أن له طاولته على غرار باقي المتعلمين إن كان من الذين يستعملون الكرسي المتحرك والانتباه إلى سلامة وضعية جسده عند استعمال الطاولة ووضع راهنا إشارته وسائل ديدكتيكية مكيفة أثناء قيامه بإنجازات حركية ثم جعل الصبورة الحائطية في متناوله عند اعتزام التحرك للكتابة عليها بالنسبة للإعاقة البصرية أو القصور البصري فيمكن اعتماد الممارسات التربوية الآتية إجراء عملية تفقدية لجميع مرافق المدرسة من لدون الطفل ليستكشف من خلالها تلك المرافق ويضبط الاتجاهات والمسالك ويختار لنفسه العلامات التي سيرتكز عليها في توجهه الفضائي ثم البحث مع الطفل داخل القسم عن المكان الذي تتضح فيه الرؤية بكيفية أحسن وعدم اللجوء إلى تغيير تنظيم الفصل من حين لآخر وكذا التأكد من عدم وجود أشعال ذوئية تعيق نظر الطفل وتكبير حجم الكتابة على الصبورة والسماح للطفل كل مرة بالاقتراب من الصبورة أو المعينة الديدكتيكية والاعتماد الأكبر معه هو على طرح التعليمات شفهيا وبالنسبة للمكفوفين ينبغي وضع رهن إشارته نصوصا ووثائق مكتوبة بطريقة برايل والمنادات على كل متعلم داخل الفصل باسمه أما عن الأعاقة السمعية فيتم اعتماد الممارسة التربوية الآتية الحرص على أن يجلس الطفل بقرب المدرس بما يجعله يراه وجها لوجه وتجنب كل ما قد يعيق التواصل أو يعرقل إيصال الرسالة المستهدفة وتخفيض الضوضاء داخل القسم بالإضافة إلى تفادي التحدث أثناء الكتاب على الصبورة لجعله تركيز الطفل يبقى محصورا فيما يكتب التأكد من رؤية الطفل لمن يتحدث واستعمال كلمات وجمال بسيطة معززة بحركات وصور لمساعدة الطفل على فهم ما يقال وتنبيه الطفل قبل الشروع في الكلام معه بوضع اليد على كتفه مثلا والتحدث معه بكيف يعاد يدون بسرعة أو بطء مع التركيز الأقوى على التعبير الفصيح ووضع رهن إشارة الطفل دعامات بصرية معززة للفهم والاستيعاب لإضافة إلى الاستعانة بمتعلم قرين يجيد السمع ليوضح له أكثر ما يقوله المدرس وعند الضرورة يمكن استعمال لغة الإشارة أما بالنسبة لطيف التوحد والقصول الوجداني الاجتماعي فيمكن اعتماد الممارسات التربوية التالية وضع الطفل وسط القسم وعدم عزله وضمان أحد أدنى من الهدوء في القسم قبل الشروع في الاشتغال معه وحينما يرفض التواصل والاستجابة للتعليمات يمنح وقتا للعب ثم تتم معه المحاولة من جديد مع ليون كبرى في التعامل مسايرته أول الأمر في تصرفاته وحركته النمطية لشد انتباهه والانطلاق منها في خلق التجاوب معه وتكليف أحد الزملاء بالاشتغال معه لتركيز الميل إلى الآخر لديه أما عن الإعاقة الذهنية أو القصور الذهني فيمكن اعتماد الممارسة التربوية الآتية إبعاد كل ما يشوش على انتباه الطفل وضبط حركات الطفل إن كان من النوع الذي لا يستقر على وضع حركي واحد وتكليفه بمهمات منتظمة يكون فيها تحركه مفيدا ووظيفيا لإضافة إلى استعمال كلمات بسيطة عند التوجه إليه بالكلام واستخدام أشياء يستطيع الطفل لمسها وتحريكها في جميع أوجهها وتعويده الاشتغال على مهمة إنجازية محددة إلى غاية إنهائها وإذا كانت المهمة مركبة يفضل تفكيكها إلى مهام صغرى واعتماد التشجيع والتحفيز بشكل مستمر أما بالنسبة للطرابات التعلم فيمكن اعتماد الممارسات التربوية الآتية التعامل مع كل نوع من أنواع للطراب بممارسات خاصة تنسجم مع طبيعات كل الطراب وعدم إخضاع الطفل للطراب التعلم لنفسه قاعات المتعلمين الآخرين وفرض طريقة الإنجاز لديه وتجوز الأخطاء المرتكبة على مستوى النطق أو الكتابة أو القراءة أو العد والتشجيع على أي مبادرة أو تقدم لوحوظة لدى الطفل بالإضافة إلى تخصيص وقت إضافي للطفل تمكينه من إنجاز مطلوب منه وفق وطيرته الخاصة بالنسبة للمعالجة البيداغوجية وكيفية تطبيق المعالجة المعرفية فتعتبر المعالجة البيداغوجية إجراء يقوم به المدرسة أو المدرسة أو غيره لتجوز النقائس والثغرات التي تم تسجيلها لدى المتعلمين بعد إنجاز التقويم ودراسة النتائج وبالنظر إلى زمن تطبيقها يمكن تمييز بين ثلاثة أنماط من المعالجة البيداغوجية وخاصة في مجال الأقسام الدامجة وهي المعالجة الإيقاظية ويستهدف هذا النمط من المعالجة إيقاظ وشحذ إمكانات تعلم التي يكشف عنها التقويم التشخيصي المعالجة الفورية وهي معالجة من أجل مواكبة الاكتساب وتعني مجمل أنشطة التي تمارس بصفة منتظمة عن طريق تصحيحات مدمجة في المسار البيداغوجي لكل متعلم أما المعالجة الثالثة وهي المعالجة المركزة وهي معالجة من أجل الربط بين الاكتساب والإدماج ويهتم هذا النمط من المعالجة أساسا بالضبط والتعديل وتأكيد الربط بين الاكتساب وتوظيف هذا الاكتساب في مواقف جديدة وذلك بشكل مركز وفضلا عن الضبط والتعديل تهتم المعالجة المركزة بتطوير مهارات التأمل المعرفي لدى المتعلم والمتعلمة والتي تمكنه من تجهز تصحيحات السطحية إلى نشاطات تهدف إلى فهمه لتعلماته الخاطئة وتصحيحها من الأساس ووعي المساعي التي قام بها وأيضا المنطق الذي استخدمه لحل الوضعيات المشكلة بالنسبة للمعالجة المعرفية فهي مجموعة تقنيات ذات طبيعة علاجية ترميمية تستهدف تطوير الوظائف المعرفية الناقصة لدى من يعانون من اضطرابات معرفية جراء حوادث دماغية أو إصابة بالطرابات خاصة مثل التوحد وعسر القراءة أو ما يعرف بالديسلكسي وتعيق التوظيف السليم للعمليات الذهنية المساعدة على التعلم والاكتساب من مثل التذكر والانتباه والمعرفة الاجتماعية وتوظف هذه التقنيات كذلك في المجال المدرسي لفائدة المتعلمين الذين يعانون من تعثر دراسي ناجم عن اضطرابات وظيفية على مستوى الاشتغال الذهني أو العلاقات الوجدانية والاجتماعية ويعتمد هذا النمط من المعالجة ثلاثة مداخل أساسية متكاملة وتستهدف التطوير والتحسين وهي مدخل تحسين نظام الاشتغال الذهني ويقصد به تطوير عمليات وأدوات الاشتغال المعرفي من تذكر وانتباه وفهم وتحليل وتركيب ومقارنة واستنتاج مدخل تحسين مفهوم الذات وتقدير الإمكانات المتاحة ويقصد بها المصالحة مع الذات ووعي الإمكانات المتوفرة وتقديرها في اتجاه التحسين والتطوير ومدخل تحسين التكيف الاجتماعي والاندماج في الحياة العامة أي المصالحة مع الآخر وتعزيز العلاقات الاجتماعية في أفق الإعداد للخراط السلس وإيجابي في نسيج الحياة الاجتماعية مع تدبير صعوبات التعلم فبالنسبة لهذه الصعوبات فإن المتعلم يكون عاديا من حيث درجة الدكاء وسريما من حيث البنية العصبية لكن المشكل ترتبط بالدرجة الأولى بتوظيف قدرات وإمكانات وتوافق مع متغيرات المحيط وترجع أسباب ترابات التعلم إلى عامل ذاتية وأخرى موضوعية يمكن إشارة هنا إلى بعض الإجراءات العملية للحد من صعوبات التعلم وهي كالآتي تخصيص بطاقة لوصف المظاهر السلوك يدل على وجود صعوبات التعلم كما تظهر من خلال تصرفات المتعلم وتفاعله مع الأنشطة التربوية وعلاقته مع أقرانه ومدرسيها إعادة النظر في العلاقة المنسوجة بين المتعلم والمدرس بالانتباه للجوانب التي لا يرتح إليها أكثر ومحاولة تغييرها بما يحسن العلاقة محاولة كسب ثقته من أجل مساعدته على تطوير مهاراته وتحسين أدائه وذلك بالتكثيف إشراكه في الأنشطة وخاصة تلك التي يتقنها مع تشجيعه والتعبير عن الرضا لكل ما أفلح في إنجاز مهمة من المهام إجراء مقابلة مع الأسرة لاستطلاع سلوك المتعلم داخل البيت وعادته وأنشطته وعلاقته مع عضاء الأسرة ونقط قوته ونقط ضعفه مع وضع برنامج عمل مشترك تقوم الأسرة بتنفيذه لفائدته تسوية جوانب من العلاقات السائدة داخل الفصل التي قد تكون سببا مغذيا لصعوبات التعلم وذلك بخلق أنشطة تعاونية بين جميع المتعلمين تعزز فيها قيم التكامل والتقاسم والمرح الجماعي الاستعانة بخبرة خارجية تتوفر على المؤهلات العلمية والتربوية في الموضوع لمعاينة الحالة وإجراء التشخيصات المطلوبة وتقديم الإرشادات المناسبة على ضوء ذلك وإن اقتضى الأمر إجراء مقابلة خاصة مع الوالدين في تقويم وقع سيرورة الدمج فيمكن المدرس أن يوجه بحثه أدوات قياسه للجوانب التالية درجة الرضا لدى المتعلمين عن المحتويات الدراسية المقررة وعن نظام الاشتغال الفردي والجماعي داخل القسم وخارجه مدى الانسجام الحاصل بين المتعلمين والتفافهم حول إنجاز الأنشطة بروح التعاون والتكامل والاحترام أما عن وقع سيرورة الدمج على الممارسات المهنية للمدرس أو المدرسة فيمكن التراكيز على جوانب تمكنه من الوقوف على أهم التغيرات الحاصلة على المستوى المهني وفي طريعتها مدى التغير الحاصل في المواقف والاتجاهات إزاء المتعلمين في وضعيات خاصة مدى الانفتاح الحاصل في العمل مع الفاعلين الآخرين والشركاء المساهمين في دعم مشروع المؤسسة الدامجة ومدى إتقال المقاربات وترائق بيداغوجية جديدة وأدوات دكتيكية ملائمة ومكيفة ودرجة الردة عن الجهد المبذول والنتائج العامة المحققة على مستوى المتعلمين إذن كان هذا عن تخطيط الأنشطة التربوية وتدبيرها الخاصة بقسم دامج حيث تطرقنا إلى مجموعة من النقاط وهي مستلزمات التخطيط العام للأنشطة التعلمية في قسم دامج المجالات التعلمية ومكوناتها المستهدفة بالتخطيط شبكة التخطيط العام لأنشطة المجالات التعلمية تخطيط حصة دراسية دامجة الممارسات والموارد البيداغوجية الخاصة أصل معالجة البيداغوجية وكيفية تطبيق المعالجة المعرفية وتدبير صعوبة التعلم وأخيرا تقويم ووقع سيرونة الدمج من قبل المدرسة أو المدرسة أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء